السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص هو انا عارف ان الكلام على اللاعب لا يتجاوز تلاتة وعشرين سنة مش هيبقى مستحب. ولكن يا صديقي الحلقة دي مختلفة تماما وكمان اجدب عليك لو قلتلك انها هتكون داخل اطار الكرة وفاقك. وده لان الجزء الاكبر والاهم فيها هيكون جانب اخر تماما وهو جانب الانسانية. الجانب اللي فيه انسان ممكن يتجاوز في حق الانسان زيه بسبب شكله او لونه. والحققة هنا بيكون فيه تساؤلات كتير. انه انتماء او ملة بينتسب لها الشخص ده اللي بتديله الاتاحة انه يحول مجال تار فيه لجانب عنصري وهو اصلا موجود في بلد بتدعم حرية الرأي ومش عارب بتدعم البوم ايه والكلام اللي انت عارف كله. ولكن زي ما كنا عارفين ان ده بنسبق له مجرد كلام والتنفيذ بيبقى مختلف تماما. المهم عشان ما اطولش عليك حلقة النهاردة هتتقسم الجزء اين? الجزء الاول هو العدي بتاعنا واللي فيه بنتكلم عن مسيرة اللاعب من البداية حتى النهاية او حتى وقت الفيديو والجزء التاني والاهم هيكون عن التجاوز في حق الانسانية وضرر اللاعب في اداميته واللي بيهم بيقى نقسم الناس جزء اين? الجزء الاول اللي شايف ان العب على البيئة المحيطة لللاعب. وده هنتكلم عنه بالتفاصيل داخل الحلقة. والجانب التاني اللي شايف ان العب من اللاعب. ودول سلام جدا هارد عليهم وقول لهم ان الكلام هنا على اللاعب عنده ثلاثة وعشرين سنة. يعني مش دائما بيبقى مسؤول عن افعاله. وخصوصا ان الكلام مش على اللاعب زي كريستير ارونالدو اللي هو هيسجل لك هاتريك في وقت ما الناس كلها بتهتف ضده. او مسلا بريموفيتش اللي هو لو العالم كله بيهتف ضده هو ماشي وعارف وبيعمل ايه وشايف نفسه هو اهم حاجة. ولكن سريعا عشان ما نبعدش عن الموضوع الاساسي للحلقة. فالفيديو مقصم في الديسكريبشن وبس يا سيديو الله بينا نبدأ قصة النهاردة. فينيسس جونيور من موليد البرازيل سنة الفين. بدأته مع كورة الكلم كانت في ناشية نادي فيلمينجو البرازيلي. والتحديدة لما اخد والده الاختبارات في العاب الصلاة لنادي فيلمينجو. النادي اللي بمجرد ما شاه في اللاعب صام على انضمامه. ولكن كانت فيه مشكلة ان النادي في مدينة غير المدينة اللي عائلة عايشة فيها. وده اللي بيه اضطر فينيسس انه يعيش مع عمه. طبعا عشان يكون قريب من النادي. وعلى رغم ان ظروف عمه كانت صعبة ماديا. اللي ان كان فيه اكتر من جانب قدم الدعم لموهبة اللاعب. سواء النادي او بعض رجال اللي عماله. وخد بالك الكلام هنا عن طفل اللي اتجاوز ست سنين. المهم ان بعد ما استمر فينيسوس في النادي الحد الفين وعشرة. كانت كل اهتماماته ان يوحضر الدروس الخاصة بالكرة في العاب الصلاة. وفي مرحلة التعليم دي. والتحددان في سنة الفين وتسعة صادف مشاركته في احد مباراة الصلاة. وساعتها المسئولين لحظوا امكاناته الكبيرة وموهبته اللي كان بيها بيتفوق على الاطفال اللي في سنه. ولكن لما يعرفوا انه لسه تسعة سنين طلبوا منه ان يجي السنة اللي بعدها. ولكن هو نفسه رفض بعدها ان يكمل في العاب الصلاة. وبعدها بشهور اتجه لاختبارات النادي. ولكن لكرة القدم العامة. وطبعا ساعتها مش بس اكتاز الاختبارات. لا ده ابهر الجميع. وده اللي كانت نتيجته الانبام للناشئين النادي في لمينجو كمحترف. وفعلا بعدها استمر فينيسوس من الفين وعشرة. في التدارج مع مراحل الناشئين لحد سنة الفين وستاشر. وعلى رغم انه كان وصل لستاشر سنة. الا ان موهبته اللي كان بيها بيكون فارق عن جميع المراحل اللي شارك معها. تكون سبب في انه انضام للفريق الاول. وفعلا موسم الفين وستاشر الفين وسبعتاشر يكون الاول له مع الفريق الاول. الموسم اللي فيه صاحب ستاشر عام قدم نفسه للبرازيل كلها. على انه احد اهم المواهب الصواعدة حول العالم. وساعتها شارك في تن وثلاثين مباراة. وبغض النظر عن تسجيله اربعة دافة وصناعته للخامس. فيكفه انه يقولك ان بعد التقالي اللي كان بيقدمه. يتم اختياره كافضل جناح ايصر في الدوري. وده اللي سهل ان دمام المنطقة في كوبا امريكا تحت سبعتاشر سنة. البطولة اللي فيها فينيسوس المرة دي قدم نفسه للعالم كله بانه احد اهم المواهب في تاريخ اللعبة اللاعب اللي كان حرفيا عمل كل حاجة في البطولة واللي كان بيمائزه عن اي لاعب شابه وظاهر قبل كده هي الايجابية على المرمى. يعني مسلا هتلاقي ان بعد يكمل المهارات اللي كان بيقدمها قدر يسجل سبع عداف وبهم كادر منتخب للتتويج باللقب. وهو كمان يكون هدف البطولة وافضل لعب فيها وهو بمين يسمع الكلام ده صديقنا بريز الراجل اللي دفع خمسة واربعين مليون يورو مقابل انضمام صاحب السبعتاشر عام وطبعا زي ما كلنا عارفين ان الانضمام الفعلي هيكون تبقى للوائح اتحاد كورت القدم بعد ما اللاعب يتم تمنتشر سنة وده اللي خلى فينيسوس يكمل الدول الاول من الموسم البرازيل مع فلامينجو وساعاته شارك في السبعتاشر مباراة وسجل فيهم ستة هداف وصنع تلاتة ومع اتمامه السن القانوني ينتقل فينيسوس لبرنابيو وزي ما هو معروف ان ما عند مول النادي انه هيشارك مع الفريق بي لحد ما يفض على الاجواء وبعدها على حسن مستوى يتحدد الوقت اللي فيه هينضم الفريل اولا ولكن طبعا لان الكلام عن موهبة بقيمة فينيسوس النتيجة تكون انه يشارك مع الفريق بي خمس مبارات فقط نفض لعال فيه مسجل الاربع هداف وصنع الخامس وهوب باهتشارة رقم تمانية وعشرين وتحدم في تسعة عشرين سبتمبر عالفين وتمانتاشر تكون اولى مباريات فينيسوس جونيور واللي كانت ضد اسلاتكو مدريد وبس يسيدوا من هنا بقى تبدأ قصة الجوهرة البرازيلية مع الملكي اللاعب اللي في الموسم الاول شارك باركامه مع الفريق بي في ستة وتلاتين مباراة وعلى رغم من تماظه الاربطة اللي كان سهب في غيابه شهرين تقريبا اللي انه قدر يصنع تلاتاشر هدف ويسجل سبعة ولكنه كان موسم صعب جدا على نادي لعدة اسباب على رأسهم طبعا خروب رونالدو وزيدان وبالتالي كاسة العاملان دي تكون البطولة الوحيدة في الموسم وده اللي ياخدنا الموسم الفين وتسعتاشر الفين وعشرين الموسم اللي في فينيسوس الشارك في تمانية وتلاتين مباراة سجل فيهم خمس اهداف وصنع اربعة وطبعا دي ارقام طبيعية اللاعب لسه بيكون شخصيته اللي من المفترض هيكتسبها من قيمة الفريق اللي موجود معاه وبالنسبة للمرحلة دي بتكون صعبة جدا لقيه لعب وخصوصا اللاعب المهاري اللي بيبقى دايما عنده اختيارات كتير في التصارب بالكرة وده اللي بيشاتته عن القرار السليم او على الاقل بياخد وقته اطول عشان يحدد الطريق اللي هيكامل فيه. المهم من ساعتها اداء فينيسوس ساعد الفريق بشكل جزء في تتويق بالدورة والصوار المحلي والطبع اللي وتكرمنا عن اهم لقطة له في الموسم ده اكيد مش هيكون في اهم من هدفه ضد برشلونة الهدف اللي جماله مش في انه بس ضد برشلونة لا ده كمان اللي اني بيه فينيسوس اصبح اصغى اللاعب في القرن الواحد وعشرين يسجل في الكلاسيكو متفوقن على ميسي بفارق اسابيع فقط. وده اللي ياخدنا الموسم اللي بعده الموسم اللي فيه بدأ ايزر كم كبير من التنوعية اللي كان بيقدمها اللاعب واللي ما كانتش بتتلخص في المهارة الفردية في واحد على واحد او الدخول في اسباق سرعة لا ده كمان الجانب اللي جابي له طور جدا وده اللي خلا سجل على مدار الموسم ستة اهداف وصنعة سبعة ولكن يكون موسم سفر عليه من كل الجهات لان حتى مع ان دماغ المنطقة في كوبا امريكا واللي فيها فينيسوس كان دكال نمار اغلب المباريات فالمنطقة بيخسر على قدم دمارية في نهاية البطولة وفي الوقت ده بقى كان فيه كلام كتير عن تطور موهبته وده اللي صعب المهم على منظومة ريال مدريد في محاولة تسخير الموهبة دي لصالح الفريق ولكن طبعا لانه بيلعب في ريال مدريد فهواقعيا ما عندوش رفاهية الاختيار وهنا بقى يتحاول اللاعب اللي كان ممكن يكون زي وزي اي موهبة برازلية بتيجي وتخطفي بسرعة الى واحد قائد اكبر فريق في العالم قائد بروح كتالية ومهارة فردية وجماعية وتفنم في تضمير الخصف ولك ان تتخيل ان اللاعب اللي كان مسجل ستة هداف وصنع سبع الموسم اللي فات يجي في الموسم ده ينفجر ويسجل الاتنين وعشرين هدف ويصنع عشرين ايوة انت سمعت صح مساهم في اتنين واربعين هدف على مدار الموسم واخد عندك بقى هداف بكل الطرق وهترك على وكيادة كاملة مع كبات الفريق بها يتواجب الدوري وكل ده مهم ولكن الاهم كان دور في دارو الابطال في النسخة الاعجازية النسخة اللي فيها بعد ما صنع اربع هداف وسجل اتنين في دور المجموعات يتعاملك في الادوار الاقصائية ويصنع في المنتج على تشيلسي وباريس سان جرمان وحتى مواجهة السيتيف قبل النهاية فهو سجل فيها هدف وبعد صنعية ردريجو الشهيرة يسعد الفريق لمواجهة ليفربول في النهاية في المباراة اللي كانت صعبة جدا جدا ومع تقاله كتيبو كورتوة تستمر المباراة لحد الديئة تسعة وخمسين والتحديدا لما ييجي بطل حلقتنا بوم يسجل الهدف الفوز الهدف اللي بيه يتوج مدريد بدور الابطال رقم اربعتاشر وكل ده لانهم فعلا يمتلكوا احد اهم تلات لعيبة حول العالم اللاعب اللي تم يختاره كافضل لعب صاعد في دور الابطال وكمان ينضم لتشكيل المسائل لنفس البطولة ولكن الغريب بقى انه كان موجود في المركز السادس في سبيق البالوندور وما يكونش موجود في حفلة بقى اي صفة وحتى الاتحاد الدولي التاريخي والاحصاء والفيفا ما ذكرهوش باي شيء وده كان شيء مزعج جدا للعب بالنسبة نقدم موسم تاريخي ولكن طبعا لانه لسه في بداية حياته وعنده مراحل كتير فيها هياخد فرص اكبر الموضوع ما اصلش على مستوى اللي استمر على التطور في بداية موسم الفين اتون وعشرين الفين تلاتة عشرين الموسم اللي في فينيسوس كان مرعب لاي فريق بيواجهه وخلاص هو بقى مصدر الازعاج الاول في الفريق وده اللي بقى فيه اكتر من حيلة خارج لطار الكروي نوقف بها اللاعب ونخرجه عن المباراة تماما وهي التجاوز في قيمته كانسان بهتافات عنصرية الهتافات اللي كانت بدايتها فعليا في تمنتاشر سبتمبر الفين اتون وعشرين وركز معايا قوي عشان ده الجزء الاهم والسبب الاكبر في قرار عمل الحلقة المهم ان في اليوم ده والتحديدا في مواجهة اتلاتكو مدريد في المباراة اللي قبل بدايتها على طول بدأ يكون فيه هتاف عنصري فيه تجاوز في حقه كانسان وطبعا كل ده كان بسبب تصريحات ممثل النادي اتلاتكو اللي كان صرح عبلها بان فينيسوس ما ينفعش يحتفل برقصته الشهيرة على الساد المترو بولوتانا الخاص باتلاتكو مدريد والغريب بقى ان فينيسوس زي زي اي لعب في بداية مسيرته قرر يقود المعركة وفي المباراة وبعد ما ردريجو سجل الهدف راح يحتفل معاه بالرقصة الشهيرة عند الجماهير اللي كانت بتهتف ضد وطبعا ساعتها الجماهير يمفجروا فيه وبعدها يطلع الرئيس التنفيذي لأتلاتكو مدريد قال لي ان التجاوز اللي حصل في حق اللعب من كل مندسة وسط الجماهير واللي احنا دايما بنحاول نقضي عليها وبعدها بدأ يكون فيه اجراء قانوني اتجاه الشاك والمقدوم من ريال مدريد ولكن الاهم كان دعم اللاعب البرازيلية اللي يزميلهم واللي كان منهم نيمار ورافينيا وعلى رأسهم طبعا الاسطورة بيليه وغيرهم من الاسامي اللي كانت ضد اللي بيحصل ده المهم بعدها بتلات شهور وتحديدا في مواجهة بلد الوليد واللي كانت في تلاتين ديسمبر تبدأ عليه نفس حملات الهتاف الانصرية ولكن المرة دي بشكل مهين وبرضو تداخل الاداري بيكون روتيني جدا عشان بعدها بشهرين وتحديدا في مواجهة ميوركا بدأ الموضوع يتطور وبقى مش بس الجماهير يا المصدر الوحيد لأ ده كمان لعيبة الفريق الخصف وبرضو ساعتها فينيسيوس قرر انه يلعب الجيم معاهم وبدأت المعركة في الملعب وانزارات بقى وكمان كان ممكن يكون فيه إصابات والمرحلة دي تحديدا كانت اغلب الناس بتلوم على فينيسيوس انه ما ينفعش يركز مع الجماهير او مع لعيبة الخصف وحتى كباتن الفريق بدأت تتحرك اتجاهه بانه لازم يركز في الملعب ولكنه برضو صمع اللي في دماغه والموضوع بدأ يتكرر بشكل مستمر مرة في مباراة قسوسونا في الوقت اللي فيه الحكم بيصفر دي احداد على ارواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا ووقت ما الدنيا كلها سكتة واحد من جماهير المنافس يشتم بسوطة عالي والشريتيمة ايه مخصصة الفينيسيوس وبعدها ما نسمعش عن اي تحرك فعلي من اي جهة وكلها كانت تصريحات معادية او مبررة للوضع اللي استمر لحد الحدث بتاع فالينسا الاخير واللي كلنا شفناه واللي اللاعب فيه مش بس شتم لا ده كمان اتضرب والحكم يكملها وطرده وده اللي اقوم الدنيا كلها ان ازاي كل ده بيحصل للاعب لسه ما تمش التلاتة عشرين سنة وزي ما بيقولوا كده الحدث ده هو حرفيا هزل عالم الكروي كله الحدث اللي بيه الرأي العام بدأ يعبر عن غضبه وفينيسو ساعتها كالليتها صريح شهير واللي هو الجازة اللي حصل عليها الانصريين هو الكارت الاحمر ليه واضاف كمان بسخرية ان دي مش كورت القدم لا انها اللا ليجا وبعد يكمل الانقلابات دي اخيرا يكون فيه رد فعل ويتم اعتقال سبع من الجماهير ويتم اسقاط الكارت الاحمر عن اللاعب وغرام على فريق فالينسيا خمسة واربين الف يورو بالاضافة لقفل المدرج اللي حصل فيه التجاوزات ويبقى هنا السؤال الاهم ايه اللي ممكن يوصل انسان بانه يتجاوز في حقي انسان بناء على شكله او لونه حقيقي فعل انهمل او اعتقاد هو بيعطنقه ممكن يتيح لي انه يتجاوز في حقي انسان واللي جننك انهم اكتر ناس بيقولوا ان حرية الرأي والانسان ودعم اللي مش عارف ايه وحاجات كلها لا تمثوا الواقع بشيء ولكن عارف المفاجأة في ايه واللي كان لازم نرجع لها قبل من خلص الكصة هي ان فينيسوس على الرغم من كم الاحداث الكارثية اللي حصلت له على مدار الموسم اللي انه كراويا مسجل تلاتة وعشرين هدف وصنع واحد وعشرين انت متخيل مساهم في اربعة واربعين هدف في موسم غريب من نوعه وطبعا اركام دي بعيدا عن اداءه مع البرازيل في كاس العالم اللي كان ساعتها مسجل هدف وصنع اتنين ولأ استنى الموضوع مش اركام بس لا انت كمان لازم تشوف اهمية الاهداف واللي بديتها كانت في كاس العالم الاندية واللي هو فيها مسجل تلات اهداف في صنع الرابعة وكان هدف البطولة وكمان كاس اسبانيا اللي هو بالمناسبة البطولة الوحيدة لريال مدريد طبعا لان السوبر الاوروبيو كاس العالم الاندية بينتسبوا للموسم الماضي. المهم انه في الكاس على مدار الخمس مبارات مسجل تلات اهداف وصنع اربعة وده لو هيأكد على شيء فهيأكد الشيء ده هو ان احنا قدام حرفيا جوهرة تستحق التقدير والاحترام.